أهلا بكم على قناة أنوار بوست قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة المغربية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بإعدام المتهم الرئيسي في مقتل الطفل عدنان بوشوف وأدين المتهم بجرائم الاقتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء الجثة وتشويهها والتغرير بقاصر وهتكي عرضه بالعنف وقررت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة كذلك إذنت ثلاثة متهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا مع فرض غرامة مالية قدرها ألف ذرهم وذلك بعدما أدانتهم بجنحة عدم التبليغ بسم الله الرحمن الرحيم أولا بعد مدة دمت أربعة أشهر التي كنا نتدروا هذا الحكم بفارغ الصبر كنا نتدروا هذا الحكم بفارغ الصبر الحمد لله صدرت المحكمة محاكمة عادلة في حق هذا المجرم الذي يعمل هذه الفجعات كأب أنا قلت لك كأب لا يمكن أن يسيطر الإنسان على الإنفعالات ومشاعره في أطوار المحاكمة ولكن الحمد لله بمحامي دينا وقاضي قدر يعمل محاكمة عادلة نحن يدبا مازال في متبعين مستارة ومتبعين إجراءات قضائية والقانونية لأننا نحن متبعين بهذا وفي هذه القضية نقدرش أن نرع تكشي تسريح نحن مازال متبعين ملف نشكرهم بزاف على التعاون ديالهم وعلى التأذر ديالهم ونحن مازال خصنا مزيدة من الحيطة والحضار ومشاركة ما بين المؤسسات والجمعية باش ياخدوا الحيطة والحضار وتطهير المجتمع دينا والشاورع دينا من هاد المجرمي وشغلت قضية التفلي عدنان الرأي العام المغربي إلى أن تمكنت الشرطة المغربية من فك خيوط القضية في سبتمبر الماضي وفي اليوم الخامس من البحث عن عدنان أوقفت الشرطة المشتبهة فيه الذي دل عناصر الأمن على مكان دفن جثة الطفل بعد اعترافه بالاعتذاء عليه جنسيا وقتله ثم دفنه في مكان قريب من المنزل وقد ولد نبأ مقتل عدنان 11 عاما بهذه الطريقة البشعة حالة من الصدمة الممزوجة بالحزن والغضب لدى الرأي العام المغربي الذي طلب بإنزال عقوبات قاسية بحق الوحش الآدمي وتهزيز قوانين حماية الطفولة وقد تابع المغارب على مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام بالغ قضية الطفل عدنان الذي خرج من داره لاقتناء دواء من الصيدلية ولم يعد بعدها إلى المنزل ورصدت لقطاته لكاميرا المراقبة الموجودة بالحي عدنان يغادر برفقة شخص غريب وعلى الفور تم تداول صورة هذا الشاب على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي أملا في التحرف عليها وفور الإعلان عن النهاية المأساوية للطفل عدنان طالب عدد كبير من المغارب بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ هذه الجريمة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ الإعدام لقاتل عدنان وأعدى مقتل عدنان النقاش المتعلق بعقوبة الإعدام إلى الواجهة من جديد حيث ينقسم الرأي العام في المغرب بين مؤيد لإبقاء هذه العقوبة كحل ناجع للردع وتحقيق القصاص وبين مناهد لها أنت عزيز المشاهد ما رأيك؟ شاركونا بأرائكم ترجمة نانسي قنقر